رهج العيني وزيغاء القوس ثم القوس عندك وقت القوس ثم القوس الطاقة مخترقة بسهولة للأسف عشان كده ده سر التعب والشهري ده تحديد قبل القلق والتردد الميزان حنتقم منك ممكن أهينك في كرامتك يعني قربتي من حاجتي اللي هي تخص النقط الحمراء دي ممكن يعني انتي مثلا أهنتي والأزيتي واللي حاجة قبل ما تغمضك عين حتكوني مش ملاحقة على الرد بسرعة الحمد لله الأبراج اللي حظها قليل في الحب الجوزاء من الأبراج اللي حظها قليل الميزان هواقيتهم بتخليهم غير مستقرين واختياراتهم ما بتكونش صحة قوي وإقاع الجوزاء تحديدا أن هو بيخرج من علاقة فتفشل فما يحبش يستسلم لها فيقوم يرفض هدومه فيحاول ينساها يدخل في علاقة تانية بتخلي علاقاته كتير تجاربه كتير اللي بيدخلها الميزان على قد عشقه للاستقرار ودايما في كل علاقة بيدخلها عايز استقرار عايز أمان عايز أن أنا أحقق الحاجات دي إلا أن برضو مش مش مستقرين تخلي الأبراج الهوائية دايما بتكون غير مستقرة برضو لدلو مش مستقر قوي بتلاقي الأبراج دي بتدخل يعني دايما بتلاقي المطلقين أو المنفصلين أو الخطوبة وتفسخت فدخلنا في واحدة تانية أو علاقات بازت ودخلنا في واحدة تانية بتلاقيهم جوزاء بتلاقيهم ميزان بتلاقيهم دلو دلو أماص ولما بيجي تصالح بتلاقيه صلح وصعب ليه؟ لأنه عايز يضمن أنه هو لما بيجي نرجع للعلاقة تاني ما نكررش ونعد تبقى الحياة بقى مرجحة نعد نقرب ونبعد نمعرب ونبعد فبياخد وقت في الصلح وزعل وصعب التور عنا دي برضو صلح وصعب العقرب العقرب ما تدخليش معاه في عداوة وتدخليش معاه في خلاف لأن العقرب لو عادتيه أو زعلتيه حيبقى يظهر له جانب تاني عدواني اللي هما العشرية الثالثة وولادة فالجزء العدواني مش عايزيننا صحي لو زعلتيه لكن بنتعامل بما يرد الله والدنيا حلوة وهو مخلص وهو معطاء وهو بيدي حاجات حلوة قدرتيه حيبقى كويس جدا معاك فبرضو يعتبر من الناس اللي زعلها وحش ومستخليش معاه في عربول أسد كمي ابي راجع عينها زيغة القوس ثم القوس رجل القوس طبعا يعني راجل عيني زيغة لان ستات يعني ستات غلابة راجل عيني زيغة القوس ثم القوس عندك وقت القوس ثم القوس انا دكرا رجل القوس يا جماعة يعني بيحب الأنسة يحب تعدد العلاقات بيحب الساتات رجل القوس، رجل العقرب، رجل الميزان، رجل الزان محب للمرأة لأن كوكبه الحاكم فينوس هو محب للجمال فأي ست جميل اللي حبها خلينا نقولهم بقى بالترطيب رجل القوس عينه زينا رجل العقرب، رجل الميزان، رجل الأسد، أي الأسد، أي تلك مربوطة يحبها مفيش ست بتخوت، الستات مخلصة اللي بيتخن بسهولة أو بيتضحك عليه بسهولة الحود بيتضحك عليه بسهولة وبالرغم إن حدثه عالي جداً وحسيته السيكس سينس عنده عالي ونظرته صائبة إلا إنه بيكدب حدثه، عارف اللي هو إيه يتقابل بحد اللي أنا أكيد مش واخد بالي فيكدب حدثه فيتخان، يتضحك عليه السرطان، اختياراته خاطئة وبيتخان، السرطان والحود بيتخانه والميزان مرأة الميزان بتتخان، يدققه في الاختيارات شوية، الحوت والسرطان والميزان وكمان معرضين للحسد والعين لو راجل نجمعها خفيف جداً، الطاقة مخترقة بسهولة للأسد عشان كده ده سر التعب والشهري ده تحديد الحوت، السرطان، الدلو، الحمل، الميزان، والأسد موسوسة، الدلو موسوس جداً، ودايماً يصاب يعني أي حد بيصاب بالوسوس ممكن نلاقي الدلو، أبو القلق والتردد، الميزان، ثم الدلو السرطان ألوء على حاجات معينة، على بكرة والمستقبل العزراء ألوء على المادة، يعني كل راحت فيه حتة معينة اللي بصفة عامة ألوئين ومضطربين، الدلو والميزان اللي ألوئين في حاجات معينة بخصوص بكرة والمستقبل والكلام ده السرطان على أولادهم ألوئين، العزراء ألقان على المادة والشغل والأفكار والحياة العملية بتقلق العزراء جداً الحمل داعم جداً صاحب صاحبه وسند إلا لو تعرضت المصالح، طول ما ما فيش مصالح متعرضة بين الحمل وحد داعم وسند وصاحب صاحبه وجدع وتطلبي عينيه يدهلك، فيعتبر أكثر الداعمين، الحوت داعم وبيحتاج دعم عارفة اللي هو فاقد الشيء، دايماً يقولوا فاقد الشيء لا يعطيه أنا بقول بقى أن فاقد الشيء عشان عارف إمته يعطيه وبقوة الحوت دايماً مفتقد إن عايز دعم عايز دعم عايز دعم فبيقوم داعم يشوف أي حد في الشاقة فهو داعم جداً الميزان داعم وحلال مشاكل جداً، السرطان داعم جداً، جداً ويشيل هم مشكلة، ممكن تكون مش بتاعته يتبناها ويساعد قوي قوي ويعتبر في وسط صحابه وعيلته هو الحماية، ويجيد الدور إنه هو السرطان أم الأبراج، فيعتبر داعم وحامي وحامي الحما والأمان يعني العقرب انتقامي وأرجع وأقول تاني لا تدخل في حرب وعداوة مع العقرب لأنه مش حينام وليه حق أبرة القوس، القوس وخصوصاً امرأة القوس مش رأو القوس، امرأة القوس متعاونة جداً وتخدمك بعنيها وتدعم الجمايل كتير لكن لو ما أتظهرتش أنت دا أو لأ تقوليها حق برة ما تنامش برضو مدرسة ولكم في القصاصي حياتهم يقولي الألباب ربنا قال إن أنا اللي هي حق أخده طريقتي، فهي لا تاخد حقها بإيدها، الأسد لو قربتي من عزة نفسه وكرمته وأهانتي بريستيجه أو قربتي من الحاجات دي شكله وبرستيجه وإهانة وكرامة وعزة نفس المنطقة دي خطة أحمر عند الأسد هنتقم منك ممكن أهينك في كرامتك يعني قربتي من حاجتي اللي هي تخص النقط الحمرة دي ممكن أقول حاجة تهين كرامتك أو تقلي منك أو تأثر على بريستيجك وشكلك فالأسد ما تقربيش من الحتة دي لأنه هنتقم بضروة وبقصف وبسرعة يعني لو قبل ما تكوني يعني أنت مثلاً أهانتي ولا أزتي ولا حاجة قبل ما تغمضنك عين حتكوني مش ملاحقة على الرد بسرعة حلقاتكو حلوة وخفيفة وبحبكو